أنا أؤكد بأن تركيا لا تنظر إلى كاركوك بأن تكون الغلبة التركمانية بالمناسبة كل ما نلتقي مع الأتراك وأنا لا أنكر هذا اللقاء يقولون حافظوا على وحدة العراق ولا تقسموا هذا خيار الستراتيجي ما للدولة التركية نجي على إيران وأنا أؤكد أن إيران أيضا وعلى أعلى المستويات لدينا لقاءات معهم لا يقبلون انضمام كاركوك إلى الإقليم بتاتا هذا الأمر أنا مسؤول عن هذا الكلام إيران وتركيا لا يقبلان هذا الأمر لأنها تؤدي إلى تصادمات عرقية في دولهم أو تؤدي إلى إثارة النعر القومية في العراق مرة أخرى نحن نتكلم عن الحلول علينا أن نجد حلا لهذه المسألة الإدارة كانت كردية الإدارة صارت عربية الإدارة القادمة مجهولة من سيكون حل المشكلة كيف ممكن نعملها أولا كاركوك بها كرد وصلاء تركمان وصلاء وعرب وصلاء ومسيحيين لكن إجانا ضيوف خلي نقول خلي نستخدم لغة دبلوماسية شوية إجانا ضيوف عن طريق سياسة التعريب أيام النظام السابق صاروا ضيوف علينا لكن بعد 2003 صار عندنا ضيوف من الأخوة الكرد إلى كاركوك إذن كاركوك تحملت هذا التغيير السكاني والمتضرر الأكبر كان بها التركماني ليس مسألة الإنجاب ما إنجاب لا المسألة التغيير السكاني اللي صار على كاركوك غير من ديمغرافية كاركوك وأنطل فرصة للعرب وللكرد أن يكونون أكثر لذلك إحنا من نريد الحل اليوم لا نقدر نطلع هذا العرب اللي إجانا ضيف وصار من أهل كاركوك ولا نريد نطلع هذا الكرد اللي إجاء إلى كاركوك وصار ضيف وكاركوك محافظة جاذبة إحنا عندنا حل الحل ما لنا تكمن في أن طالما ما نقدر نحل الإشكالية رجعوا الأرض إلى أصحاب الأصليين نعلن كاركوك إقليم فدرالي خاص إقليم فدرالي خاص لا علاقة بالإقليم كردستان ولا يعني ترتبط حال حال إقليم بوضع إداري خاص تقسم كل ما موجود ما بينها بالتساوي بين مكوناتها ما تنظر بأحد وتكون على أساس توافقه مثل ما أشار بالأخ رأيت فهمي ترجمة نانسي قنقر